قال صالحي إن عملية تقصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية لم تنقطع رغم تعرضها للتخريب وأن إنتاجية اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغت 9 جرامات في الساعة هذا وشيد النظام الكهربائي لمنشأة نطنز النووية تعطلا في 11 من الشهر الجاري ثم اتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ هذه العملية التخريبية وردا على ذلك أعلنت إيران رفع نسبة اليورانيوم المخصب إلى 60% وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الخميس إن رفع نسبة اليورانيوم المخصب إلى 60% لا يعني أن إيران تسعى إلى تطوير السلاح النووي وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في وقت سابق إن إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لاستخدامه رئيسيا في صنع أدوية مشعة اليورانيوم هو عنصر كيميائي مشاع ونادر وجوده في الطبيعة وله ثلاثة نظائر أي اليورانيوم 238 واليورانيوم 235 واليورانيوم 234 ومن بينها اليورانيوم 235 فقط القابل للإنشطار والمستخدم في القنبلة الذرية ومفاعلات المحطات النووية وعندما نقول نسبة اليورانيوم فنقصد رئيسيا نسبة اليورانيوم 235 وتستخدم معظم المحطات النووية التجارية اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5% ويعتبر اليورانيوم بنسبة فوق 80% اليورانيوم العالي التخصيب أما اليورانيوم بنسبة فوق 90% فيعتبر اليورانيوم العالي التخصيب بدرجة السلاح ويستخدم رئيسيا في صنع السلاح النووي أبرم الاتفاق الشامل للملف النووي الإيراني في عام 2015 حيث تعهدت إيران بموجب الاتفاق بوضع حد لخطتها النووية للحيلولة دون بلوغ نسبة اليورانيوم المخصب 3.67% مقابل رفع المجتمع الدولي العقوبات المفروضة على إيران وفي مايو عام 2018 انسحبت الحكومة الأمريكية من جانب واحد من الاتفاق واستأنفت العقوبات على إيران بل وفرضت عقوبات جديدة ومنذ مايو عام 2019 علقت إيران تدريجيا التزامها ببعض بنود الاتفاق وبدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة أعلى مع التعاهد بأن العملية قابلة للتراجع